خفزت سندات السيادية المصرية الدولارية أكثر من سنت واحد اليوم وصلة لارتفاع الكبير الذي حققته يوم الجمعة بعدما وقعت مصر اتفاق استثمار مع الإمارات من شانه أن يجلب 35 مليار دولار للدولة على مدى الشهرين المقبلين أظهرت بينات تريد واب وهي منصة تداول عبر الإنترنت أن سندات المقاومة بالدولار استحقاق 2019 حققت أكبر المكاسب إذ ارتفعت بما يصل إلى واحد وثمانية من عشر سنت ليجرى تداولها عند نحو 85 وثلاثة من عشر سنت وهو أعلى مستوى لها في غضون عام تقريبا